شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع مزاكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتحاد الصناعات المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة وذلك على همشي فعليات قمة المناخ وعاقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية رؤية مصر 2030 حيث يتصق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف تخطيط ورسم السياسات بفعلية والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة ودفع الشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني